قمة بين الرئيسين مرسي وبوتين في سوتي تركز على التعاون الثنائي والأزمة السورية وسلام الشرق الأوسط نحو تسعين قتيلا في سوريا واشتباكات عنيفة في حمص مجلس الأمن يتوصل الاتفاق النادر على إدانة العنف في سوريا عقب اجتماع اللجنة الترفيجية لمنظمة تحرير عباس يعلنوا أن مشاورات تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة ستبدأ قريبا موسيقى أسعد الله صباحكم بكل خير العاشرة صباحا في القاهرة موعد نشر إخبارية جديدة تأتيكم من النيل أهلا بكم يعقد رئيس محمد مرسي قمة ثنائية اليوم مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في منتجع سوتي روسي يعقبها جلسة مباحثات موسعة تتناول العلاقات الاقتصادية والتجارية وسوء تطوير التعاون الثنائي من تطورات الشأن السوري والتسوية السلمية في الشرق الأوسط ويرافق الوزير وزراء التعليم التكنولوجيا الكهرباء والطاقة البنية التحتية والاتصالات واللسانعات الهندسية للمزيد من التفاصيل والمتابعة بينضم إلينا هاتفيا من موسك وموفد التلفزيون المصري أشرف أبو دوح أشرف بعد التحية هل لك أن تطلعنا عن تفاصيل لقاء الرئيس مرسي مع فلاديمير بوتين اليوم اه الوقت اللقاء في نحيب أن رئيس مرسي وموفد يوقف في حوالي الساعة الثانية الثانية وتوقيت القاهرة ثم بعد ذلك اللقاء موسع وغداء عمل في حوالي الساعة الثانية والنصف وتقتم الزيارة بمؤتمر صحفي في حوالي الساعة الثالثة ونصف توقيت القاهرة وهذا مجمل طرمامك رئيسي زياراتك لموسكو لروسيا في ستسي زيارة بالقطع تحت ملفات عديدة بزبطة ما هي أبرز الملفات أشرف المتوقع مناقشتها يعني هناك أنباع عن أن العلاقات الاقتصادية هي في صدارة هذه الملفات فهل لك أن تطلعنا عن تفاصيل أكثر؟ بالقطع الملفات الاقتصادية تتصدر الملفات الزيارة حكيت عن تطوير بعض تاسفات العالي عن مجمع حزبان في التصنيع حديث عن تطوير خليف السويس أيضاً بعض المشروعات الزراعية وأيضاً استطاع السياحة لأنه من المعروف أن السياحة السياحة تمثل رقم كثير في مرضوط السياحة على النتيج القوم المصري هذه رؤوس الحارة الاقتصادية أو الأول نقاط الاقتصادية التي تتم رفعها بإضافة إلى التنفس السياحي قصة فيما يتعلق في الأشياء السوري إذا كان هناك تباين في الموقف بين روسيا ومصر فيما يتعلق في التسرير في سوريا لكن يبدو أن الموقف المصري والروسي موقف متقارب فيما يتعلق أن الجميع تفق على حل السياسي في سوريا حل يمهج الانتقال سلمي في فرح الشعب السوري نعم أشرف ماذا عن الاستقبال الروسي للرئيس مرسي والوفد المرافق له وكذلك ماذا عن تناول وسائل الإعلام الروسية لهذه الزيارة في هذا التوقيت يعني أبرزت العديد من وسائل الإعلام الروسية خاصة مصادر من بيانا على موقع الكريمجن حول الزيارة وترفض وصول رئيس مرسي في نفس الروسية وتحدثت عن هذه الزيارة هامانجي كانت تتوصل الحديث الذي بدأ في جردن بجنب السيقة بين الرئيسين وأيضا زعت ضد روسيا ومائك وسادة موسكو والقناة الإخبارية الروسية والقناة الثانية بالتلفزيون الروسي وعدد كبير من الموقع الصحفية مثل روسيسكا وجزبيتا ووقعات أنباء تارتاس كل هذه الوكالات يستمت في شكل كبير وموسع لهذه الزيارة وأفردت له توقعات أهداف هذه الزيارة سوارع مستوى الاقتصادي أو المستوى السياسي أنا بشكرك شكرا جزيلا نزاميل أشرف أبو دوح مفد تلفزيون المصري إلى موسكو شكرا جزيلا لك هذا وتتميز العلاقات بين مصر وروسيا بعمقها التاريخي وقد أثمرت في الماضي عن مجموعة من المشروعات المهمة في مصر مثل السد العالي مصانع الحديد والصلب في حلوان ومجمع الألومنيوم في ناجح حمدي هذه المشروعات جاءت بعد ثورة يوليو عام 1952 وبعد ثورة يناير تتطلع دولتان إلى تعزيز علاقاتهما بما يعود بالنفع على كلا البلدين السد العالي بأسوان مصانع الحديد والصلب بحلوان مجمع الألومنيوم بناجح حمدي مشروعات الأملاقة طالما ارتبطت في أذهان كثيرين بأنها وليدة تعاون مصري روسي على المستوى الفني في الأساس يضرب بجذور عميقة في التاريخ ثورة يوليو من عام 1952 كانت بمثابة الشرارة التي دفعت بالتعاون بين البلدين إلى أوجه لسيما في حقبتين الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي ليتم على إثرها تتشين نحو 97 مشروعا صناعيا فضلا عن تعاون العسكرية كان يهدف إلى إعادة بناء قدرات الجيش المصرية خاصة بعد نكسة عام 1967 علاقات القاهرة موسكو شهدت انحصارا ملحوظا إبان سنوات حكم الرئيس الراحل أنور السادات على خلفية قيام الأخير بطرد الخبراء الروس خلال فترة الإعداد لحرب عام 1973 إلا أن تلك العلاقات سرعان ما تحسنت مجددا في التسعينيات من القرن الماضي فمع انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991 كانت القاهرة في طليعة العواصم التي أقامت علاقات دبلوماسية كاملة مع موسكو تطورت إلى علاقات اقتصادية رصينة وإن كانت بواتيرة أبطأ كثيرا عما كانت عليه في حقبتين الخمسينيات والستينيات ومع الألفية الجديدة تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن حجم التبادل التجاري بين البندين تجاوز الملياري دولار حيث تشكل المنتجات الصلاعية والمواد الغذائية لسيام القمح أهم الصادرات الروسية إلى مصر فضلا عن السياحة الروسية التي تمثل جزءا عريضا من السائحين القادمين إلى مصر بينما تشكل المنتجات الزراعية البند الرئيسية في الصادرات المصرية إلى روسيا في مجال الطاقة كذلك هناك عدد من الشركات الروسية المتخصصة التي تعمل في خطاعات استثمار حقوق النفط بالصحراء الغربية وانطقة خليج السويس فضلا عن التعاون في مد خطوط أنبيب الغاز الطبيعية والذي تعد روسيا من أوائل دول العالم في إنتاجه وتصديره ويبلغ إجمال الاستثمارات الروسية في مصر أكثر من 65 مليون دولار بإجمال عدد شركات 383 تعمل في مجالات السياحة والإنشاءات والقطاعات الخدمية حيث تأتي روسيا في المرتبة السادسة والأربعين من حيث الدول المستثمرة في مصر أما حجم الاستثمارات المصرية في روسيا فيتجاوز 13 مليون دولار تتركز معظمها في مخازن للأخشاب التي يتم تصديرها إلى مصر الاحتكاك المباشر بين القاهرة وموسكو عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير جاء في نوفمبر من عام 2012 حيث استقبل الرئيس محمد مرسي وزير الخارجية الروسية سيرجينا فاروف وبحث تعزيز التعاون في المجالات الصناعية فضلا عن التطلع لتعزيز التعاون في مجالات النفط والغاز الملفات نفسها كذلك كانت نحور اللقاش بين مرسي ونظيره الروسية فيلاديمير بوتين في لقاء الذي جمع بينهما في مارس من العام الجاري على هامش قمة بريكس التي عقدت في مدينة ديربن بجنوب إفريقيا محمود الصياد أميل تقدم النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود بطعن أمام محكمة النقد ضد ما أسماه مماطلة السلطة التنفيذية في تنفيذ حكم قضائي بعودته إلى منصبه وبطلان قرار تعيين المستشار طلعت عبدالله في منصب النائب العام طلب محمود تقليص مدة ستين يوم التي يتم سماح فيها بالطعن بالنقد على الحكم من قبل هيئة قضايا الدولة أو المستشار طلعت إبراهيم كانت دائرة طلبات رجال القضاء ونيابة العامة بمحكمة استئناف القاهرة قضت ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين طلعت إبراهيم نائبا عاما وعدم قبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوة لانتفاء المصلحة والمحل يسود الهدوء محيط مبنى دار القضاء العالي قبيل بدء فعاليات ما أطلق عليه مليونية تطهير القضاء التي دعت إليه بعض الأحزاب والحركات السياسية المحسوبة على الطيار الإسلامي وعرضتها معظم الأحزاب والقوى المدنية يطالب المشاركون في مليونية اليوم مجلس الشورى بإقرار قانون السلطة القضائية لتحقيق استقلال القضاء وتطهير كافة مؤسسات الدولة ومحاكمة كل من تسبب في قتل الثوار ورموز النظام السابق من أبرز المشاركين اليوم جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي الجماعة الإسلامية وحزب الوسط والإتلاف العام للثورة وعلى الجانب الآخر أعلن عدد من الأحزاب والقوى السياسية والثورية المدنية مقاطعتها من أبرزها أحزاب الوطن النور الدستور الوفد المصريين الأحرار التائر الشعبي وحركة شباب 6 إبريل أعلن حزب المصريين الأحرار رفضه القاطع وعدم خوضه لأي انتخابات قادمة لا تخضع للإشراف القضائي المستقل بالكامل مؤكدا على ضرورة توفير الضمانات الكافية والقطع بوجود قاد على كل صندوق انتخابي من جانبها جددت جبهة الإنقاذ الوطني مطالبتها بالضمانات اللازمة لنزاهة الانتخابات مؤكدا ضرورة تشكيل حكومة محايدة وتعيين نائب عام وفقا للإجراءات الدستورية وضمان مراقبة فاعلة من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وشددت الجبهة على أنها ستواصل معركتها لتحقيق هذه الضمانات من أجل انتخابات حورة ونزيهة تسهم في إنقاذ الوطن البسيط الأزمات امتدت من الجبهة إلى عدد من أحزابها أفاد ناشطون سوريون بمقتل نحو تسعين سوريا برصاص قوات نظام رئيس بشار الأسد أغلبهم في دمشق وريفها أشار المرصد السوري الحقوق الإنسان إلى أن القوات النظامية السورية تشدد الضغط على مقتل المعارضة في محافظة حمص بوسط البلاد من أحياء أخرى أعلنت مسؤولة العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة فلاريا موس إن حوالي سبعة ملايين سوري في حاجة إلى مساعدة إنسانية منوهة إلى عرقيلة تضاعها دمشق أمام توزيع المساعدات توصل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى التفاق النادر بشأن سوريا وهي قضية قسم فيها المجلس على مدى سنتين حيث دعي لإنهاء العنف المتصاعد مستنكرا انتهكات حقوق الإنسان من جانب قرارات قوات الحكومة السورية ومقاتل المعارضة على حد سواء وبعد منقشة الوضع الإنساني المتدهور في سوريا استنكر المجلس المؤلف من 15 عضوا الانتهكات الواسعة لحقوق الإنسان من جانب السلطات السورية وكذلك أي إساءات لحقوق الإنسان من جانب الجماعات المسلحة على جانب آخر اتهم مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بشار الجعفري دولا غربية وإقليمية دون أن يسميها باستغلال الأزمة دائرة في بلاده من أجل السيطرة على سوريا حضر المندوب السوري من تذاعيات مساندة تلك الدول لما اسمها بالجماعات الإرهابية المسلحة في بلاده التابعة لتنظيم القاعدة ولذلك نقول اليوم أيها السادة أنه لا يوجد بعد اليوم عذر لأي حكومة غربية يبرر تجاهلها لعبور الأرهابيين من مواطنيها الحدود الدولية وصولا إلى سوريا للإمعان في سفك الدم السوري لن يغفر الشعب السوري بعد اليوم تسهيل تنقل آلاف الأرهابيين الجهاديين الأوروبيين والغربيين كانت جامعة الدول العربية أعلنت أن اجتماعا ثلاثيا مشتركا سواقت في جناب يوم الاثنين المقبل ضم الأمينين العامين للجامعة العربية دكتور نبيل العربي والأمم المتحدة بنجيمون والمبعوثة المشترك إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي تم خلال اللقاء التشاور حول تطورات الأوضاع في سوريا ومستقبل مهمة الإبراهيمي في ضوء التسريبات الأخيرة حول نية المبعوث النأي بنفسه عن الجامعة العربية إلى فلسطين حيث أعلن رئيس الفلسطيني محمود عباس عقب اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في رمالغ أن مشاورات تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة ستبدأ قريبا تشير الاحتمالات إلى تشكيل حكومة وفاق وطني بعودة حركة حماس أو حكومة تكنقراط مستقلة وذلك في انتظار ما تصفر عنه مشاورات منظمة التحرير الحكومة الفلسطينية الجديدة والتي امتد النطاق الزمني الرسمي المحدد لها منذ ثلاثة أسابيع والتي ستصل إلى شهرين وفقا للمشاورات التي تجري على قدم وساق لمعرفة شكلها الجديد والتي ترجح الاحتمالات أن تكون حكومة وفاق وطنية تعتمد بالأساس على إنهاء حالة الطوارئ الناجم عن صراعا اتسم بالعنف بين الفصيلين فتح وحماس منذ عام 2007 وتجديد ملف الانتخابات البرلمانية والرئاسية يبدأ الرئيس مع انجاز لجنة انتخابات مركزية عملها في تحديث السجل الانتخابي يبدأ الرئيس محمود عباس مشاوراته لتشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسته ومن خارج الفصائل الفلسطينية لتعد للانتخابات وتعد لعمار غزة ووحدة المؤسسات المطالبات تتمحور بعد استقالة رئيس الوزراء سلام فياد حول تنفيذ ما اتفق عليه في اجتماع لجنة تفعيل منظمة التحرير في القاهرة في الثامن من فبراير الماضي خاصة وان فترة رئاسة فياد شهدت الكثير من العجل في النواحي الاقتصادية والسياسية وعرقلة تنفيذ ملف المصالحة استقالة الدكتور سلام ممكن ان توفر هذه الفرصة بحيث يتم اصدار مرسوم من قبل الرئيس بتشكيل حكومة من شخصيات مستقلة لفترة زمنية كما نص على ذلك اتفاق القاهرة الدوحة تشرف هذه الحكومة على اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني هذه الاستقالة هي تعبير عن ازمة النظام السياسي الفلسطيني الذي يعاني من الانقسام وبموجب ذلك يعاني من غياب المجلس التشريعي انا اعتقد جازما انه ما لم يتم الاسراع في انهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية وتشكيل حكومة وطنية فلسطينية في حال اي تأخير بتشكيل الحكومة الانتقالية المنتظرة وتحديد موعد لاجراء الانتخابات سيترك المجال امام الاطراف المحلية والاقليمية والدولية المستفيدة من استمرار الوضع الرهني والراغبة في تكريس الانقسام وتحويله لانفصال دائم بين ضفة الغربية وقطاع غزة مما سيكبد الفلسطينيين المزيد من الخسائر المزدوجة من الجانب الاسرائيلي والفلسطيني حكومة تكنقراط او حكومة وفاق وطني هي الخيارات المطروحة لتشكيل الحكومة الجديدة بعد استقالة رئيس الوزراء السلام فياض ولكن السيناريوها ما زالت تختلف حول شكل هذه الحكومة ومن رئيسها سروة شقرة من رمالله اني الله زعمت متحدثة باسم الشرطة الاسرائيلية ان صاروخين اطلق من قطاع غزة على جنوب اسرائيل فجر اليوم دون ان يسفر عن اصابات كانت جماعة مجلس شورى المجاهدين في اكناب بيت المقدس الجهدية تمنت اطلاق صاروخين على مدينة الات السياحية في جنوب اسرائيل دون وقوع ضحايا هذه الجماعة السلفية التي ظهرت في عام 2012 في قطاع غزة تتبنى اطلاق صواريخ من قطاع غزة على جنوب اسرائيل منذ التوصل الى اتفاق تهدئة في نوفمبر الماضي بين اسرائيل وحركة حماس بوساطة مصرية في العراق سقط 78 شخصا بين قتيل وجريح في انفجار عبوة الناسفة غربي العاصمة العرقية بغداد وافد مصدر امني ان عبوة الناسفة انفجرت ليلة الماضية داخل مبنى ضم قاعة العاب ومطعما بمنطقة العامرية غربي العاصمة بغداد الحق اضرارا جسيمة بالمبنى يدلي حوالي 13.598.682 عراقيا باصواتهم بانتخابات مجالس المحافظات غدا السبت في 12 محافظة من اصل 18 محافظة يتكون منها العراق من جنبها دعت الامم المتحدة العراقيين الى المشاركة ودعت القادة السياسيين الى الحفاظ عن نزاهة العملية الديمقراطية لتحقيق مستقبل الافضل لهم ولأطفالهم العراق على المحك فهو على مشارف اختبار حقيقي للاستقرار السياسي في البلاد بعد فترة طويلة وعصيبة من الصراعات الطائفية والعرقية تركت اثارها على كل مناح الحياة في العراق ويتوجه العراقيون الى صناديق الاقتراع للادلاء باصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات ويفضلون ما بين قرابة الثمانية الاف مرشح يتنافسون على زهاء اربعمائة وخمسين مقعدا في جميع المحافظات اعتقد ان من يقارب نتائج الانتخابات هو المواطن عشنا سنوات مريرة ومؤلمة ان هناك تردي عام في مستوى الخدمات وايضا هناك فساد اداري ومالي في عموم البلاد ويرى مراقبون ان قوة رئيس الوزراء نور المالك السياسية مرهونة الى حد كبير بنتائج هذه الانتخابات التي تشغل بال العراقيين ففي المحافظات الغربية ابدا كثير من العراقيين السنة شكوكا حيال هذه الانتخابات واعلنوا مرارا احتجاجهم ضد ما يعتبرونه تهميشا لهم واستبعادا من هيكل السلطة في البلاد بالاضافة الى استهدافهم بشكل جائر على ايدي قوات الامن وهو ما اكبر المالكي على تقديم عدة تنازلات سياسية لاستيعاب الازمة ابرزها الافراج عن عدد من المعتقلين الى ان ذلك لم يفلح حتى الان في تهدئة الاحتقان والتوتر بعيد عن التجوير بعيد عن الطائف وخلي يكونوا انتخابي نتمنى الانتخابات تكون على شكل وطني حقيقة سني انتخاب فئي وشي انتخاب سني وهكذا الانتخابات تصير بالنسبة حتى الديمقراطيين يأخذون دورهم اكثر وفي كربلاء التي تضم العديد من مراقض ائمة الشيعة وتهيمن عليها احزاب من تيار المحافظين انتقد بعض الناخبين مرشحات قالوا انهن استخدمنا مظهرهن في الدعاية الانتخابية توجه تيارنا كتوجه المعاني انا اقول لك يشكل خطورة لكن بنفس الوقت الى ثقلة الى ثقلة بالكفاءات الموجودة وبنفس الشباب ان شاء الله والبركة بالشباب وبتقبل الشارع لهذا التيار وتقبل شارع الافكار التيار وتقبل الشارع للشباب وفي ظل هذه الحالة السياسية التي استوغت بالتوتر والانقسامات دفع عدد من المرشحين حياتهم خلال حملتهم الانتخابية قبل بدء الانتخابات للمزيد من المتابعة والتحليل بينضم الينا هاتفين السيد كريم حمادي المحلل السياسي من العرق سيد كريم بعد التحية يعني اجواء انتخابات مجلس المحافظين غير مستقرة ما بين تفجيرات وتظاهرات من قبل السنة باستمرار للتنديد بحكومة الملكي ما هي فرص نجاح هذه الانتخابات فوجة مظارك اهنا بك شكرا لك هذه الانتخابات ستكون بالتأكيد ناجح لان تنافس الاحزاب فيها وعلى الاقل المحافظات التي ستجري فيها هذه الانتخابات تجري بكل يعني انفعال وبكل قوة وبكل حماسة والاحزاب القت بثقلها لكون هذه الانتخابات هي الاختبار المهم للانتخابات العامة التي ستجري في بداية العام المقبل بمعنى ان لن يكون أو لن يكون الوقت بين هذه الانتخابات والانتخابات القادمة سوى اقل من سنة لذلك ستكون مهمة جدا ولهذا بالاطار العام انا اعتقد انها ستكون ناجحة وستسيحة نعم ولكن ولكن سيد كريم في ظل هذه الاحداث احداث التفجيرات وربما الحادث الذي ذكرناه منذ قل ليس هو الاول من نوعي هل ترى ان الحكومة العراقية مستعدة لاجراء هذه الانتخابات توفر كافة ضمانات لانطلاق هذه الانتخابات بشكل امن يضمن نجاحها بحيادية يعني التفجيرات ليست جديدة يعني التجارة الذي حصل امس في منطقة العامرية غرب بغداد يعني العراقي ليست جديدا على مسألة التفجيرات اما قصة ان الحكومة ستكون قادرة ام غير قادرة الاجراءات الامنية المتخبة لضمان امن الانتخابات اليوم وغدا لان امس اعطيت عطلة لكل الدواء الرسمية اليوم هو عطلة رسمية في العراق غدا يوم السبت ايضا تعتبر عطلة رسمية وسيكون هناك تجديد امني لحسن اداء وسير الانتخابات ذلك لن تكون هناك مشكلة بالمعنى الحقيقي في التصويت او في اداء المواطنين لهذه العملية نتمنى كل الاستقرار للعراق والشعب العراقي انا بشكر حضرك شكرا جزيلا السيد كريم حمدي المحلل السياسي من العراق شكرا جزيلا حدث اطلاق نار جديد وقع في حرم جامعة كامبرتج بالولايات المتحدة الامريكية حيث لقي ضابط بشورة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا مصرعه في وقت مبكر اليوم وقامت السلطات بعملية تمشيط لموقع الحادث وبدأت التحقيقات فورا بعد اعلان حالة الطوارئ اتي الحادث بعد خمسة ايام من انفجار قنبلتين في مدينة بوستن المجاورة اثناء سباق للماراثن ما اصفر عن مقتل ثلاثة اشخاص واصابة 176 اخرين اعتقلت الشرطة الامريكية صباح اليوم احد المشتبهة في ارتكابهم لتفجير بوستن خلال عملية مطاردة ببلدة ووتر تاون سمع خلالها اصوات انفجارات واطلاق نار اتكرت وسائل الاعلام المحلية ان قوات الشرطة الخاصة اغلقت معظم البلدة في اطار عملية المطاردة التي بدأتها ليلة الماضية لمشتبه به اخر واسفرت العملية عن مقتل احد افراد الشرطة واصابة اخر كان رئيس الامريكي باراك اوباما تعهد بان مرتكب التفجيرين الذين وقع اثناء مارثون في مدينة بوستن سوف يقدمون للعدالة تصميمكم على ملاحقة الجناه هو اكبر توبيخ لمن ارتكبوا هذا الفعل الجبان انهم يعتقدون ان بوسعهم تخويفنا وارهابنا وابعادنا عن القيم التي تربينا عليها كما قال حاكم ماساتشوستس القيم التي نفخر بها جميعا كامريكيين ويبدو انهم اختاروا المدينة القاطئة لتنفيذ فعلتهم قال عمدة مدينة وست الامريكي تومي موساكا ان 35 شخصا على الاقل لقوا حتفهم واكثر من 160 جريحا في الانفجار الذي وقع في مصنع الاسمدة في ولاد تاكسس وان فرق الانقاذ توصل البحث عن هاجين اوضح متحدث باسم الشرطة ان الوضع ما زال غير مستقر في مصنع الاسمدة بسبب وجود مواد شديدة الخطورة مثل نتارات الامونيا ولما تعطي السلطات تقديرا جديدا للخسار البشرية اعلنت وزارة العدل الامريكية اعتقال رجل يدعى بول كيفرد كورتس وذلك في من ولاية من كوينس بولاية ميسيسابي ويعتقد بانه على صلة برسائل تحتوي على مادة الرسين السامة التي ارسلت الى مسؤولين امريكيين من بينهم رئيس باراك اوباما والسناتر الجمهورية روجر ويكر واوضح مكتب التحقيقات للتحدي انها تمت علاقات بين رسالتين اوباما ويكر حيث تضمنت الرسالتين نفس العبارة ونفس التوقيع يذكروا ان هجمات الجامرة الخبيثة عبر مضاريف البريد كانت قد اعقبت هجمات 11 من سبتمبر لعام 2001 وادت الى مقتل خمسة اشخاص واصابة 17 اخرين تقرر اليوم وضع رئيس السابق لباكستان برويز مشرف قيد الاقامة الجبرية في سكاني الخاص في اسلام اباد بعد ان سلم مشرف نفسه اليوم الجمع للشرطات كانت المحكمة الباكستانية اصدرت حكما بتوقيف مشرف في قضية اقالته لقضاة اثناء تواجده في السلطة غدر مشرف مقارة المحكمة التي كان يمثل امامها فور صدور القرار كان مشرف عاد الى باكستان الشهر الماضي بعد ان امضى اربعة سنوات في منفأ اختيار بنية خوض الانتخابات العامة المزمع اجراؤها في البلاد في ماي القادم لكن تم استبعاد مشرف من الاربع دوائر التي ترشح فيها على خلفية التهم الموجه اليه في عدة قضايا ختما مشاهدنا الكرام نذكركم بابرز مكان معنا من اخبار قمة بين الرئيسين مورسي وفوتين في سوطشي تركز على تعاون اثنائي والازمة السورية وسلام الشرق الاوسط نحو تسعين قتيلا في سوريا واشتباكات عنيفة في حمص ومجلس الامن يتوصل الاتفاق النادر على ادانة العنف في سوريا عقب اكتباع لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير عباس يعلم ان مشاورات تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة ستبدأ قريبا نال بكي جيم وقعنا الالكترني للمزيد من التفاصيل نشكر لكم اشتركوا في القناة